أهلاً أحبائنا مشاهدينا في كل مكان بحييكوا في شخص الرب يسوع المسيح تعرفوا لما الإنسان بينحدر إلى الحضيد طبعاً الأمر بيبتدي بإنكار المسيح والابتعاد عن الله وبعدين يبتدي بتساهل مع الخطيئة وبيتنازل عن أمور كتير في حياته بتصير حياته مجرد إشباع شهواته إشباع رغباته إشباع لذاته وهذا الأمر ليس جديداً بتشوفه دايماً في كل عصر في كل زمان في كل وقت وفي كل مكان خليني يعني مثل ما حاطت العنوان مجدهم في خزيهم ورح أقرأ هاي الآية من رسالة فليبي رسالة بولس الرسول إلى أهل فليبي إصحاح ثلاثة وخليني أبتدي من آية 19 أو 18 والآن أذكرهم أيضاً باكياً وهم أعداء صليب المسيح الذين نهايتهم الهلاك الذين إلههم بطنهم ومجدهم في خزيهم الذين يفتكرون في الأرضيات فإن سيرتنا نحن هي في السموات لاحظ هون المقارنة بين الأرضيات وبين السمويات بولس الرسول بيتكلم عن جماعة تعب عليهم وأنا آمنوا بالمسيح لكن للأسف لم يكن هذا الإيمان المخلص العميق وهي الجماعة تسمى المهودون أو دعاة التهويد وهي الجماعة بدأت تقاوم بولس لأنه بولس عم بيتكلم عن هاي الجماعة أنه مش مستعدين يتحملوا الاضطهاد وابتدأوا يتنازلوا عن رسالتهم والإشكال الأكبر أنه هاي الجماعة كانت بتقول عشان تكون مؤمن حقيقي لازم ترجع لليهودية يعني بكلمات أخرى لازم اتمارس وتحافظ على أعمال النموس وعاوزين علامات في الجسد كما يقول الرسول بولس والمشكلة الثانية عاوزين أو بيطالبوا الأمم أنه يختتنوا فعم بيتكلم عن هاي الجماعة أنه كيف ابتدأوا يبتعدوا شوي شوي إلى درجة أنه صاروا أعداء الصليب ولاحظ في السياق الحديث بيكلم اليهود اللي صاروا أعداء الصليب وابتعدوا عن يسوع بسبب الخوف من المقاومة والاضطهاد والجماعة الثانية اللي هي من الأمم وهاي البدعة بدعة الغنصية اللي ابتدأت أيضاً في إنكار المسيح ووصل بها الحال إلى الخلاعة فالرسول بولس عم بيتكلم بكل بساطة ويقول يعني لاحظ كيف يوصفهم الذين إلههم بطنهم ومجدهم في خزيهم يعني بيتكلم عن طريقة الأكل والشرب وكل الأنظمة اليهودية القديمة ولاحظ خزيهم بقول ومجدهم في خزيهم الذين يفتكرون في الأرضية إخوتي وأخواتي تعرفوا الإنسان لما بينحرف بيبتدي في خطوات عدم الإيمان يصل إلى حالة اللي هي يصبح أعمى روحياً ولا يميز روحياً وما عندوش الحس الروحي بيصل لوضع إنه خلاص الخطيئة بحياته بتصير شيء مألوف شيء طبيعي جداً وقمة هذا الإنحضار إنه بيبتدي يفتخر مجدهم في خزيهم الذين يفتكرون في الأرضيات أما نحن سيرتنا يعني مواطنتنا جنسيتنا هي في السموات ننتظر مخلص هو الرب يسوع المسيح يعني مش عايشين لحب السعادة أو حب اللزة أو البحث عن الاستقلالية والبحث عن الحرية بعيدة أو مستقلين عن الله أو كل واحد يعمل محاسنة في عينيه لدرجة إنه بيصيروا يفتخروا بالخطية وبيتحولوا بسبب روح الضلال وروح الغي وروح العمى الروحي بتحل في حياتهم ما بعود يميز الأمور المتخالفة بيشوفوا الخير شر والشر خير النور ظلام والظلام نور وهذا بيأثر على كل نواحي الحياة النواحي الاجتماعية إنه واحد الأسرية والقرارات السياسية بتعرف لما حتى السياسة والانتخابات وكلها تحكم بمجدهم في خزيهم بيصلى وضع الإنسان ما بيعدش تفرق معاه ما بيعدش يهمه حتى شو الشخص أو شو الناس بتفكر عنه صار يشرب الإثم كالماء وصارت حياته أصعب من غير المؤمن يعني مظلموا الفكر متل ما بيتكلم عنهم الرسول بولز بيصير المجد بيفتخر بالخزي بتاعته في الأرضيات يعني مش عاوز أي تعليم يعني يكون سماوي مدفوع بالكبرياء الروحي يعني بهمه يقدم شعائر قربين طقوس فرائض يعني كلها لإرضاء وإشباع الزات وهذا التعبير عن كبرياء النفس فبيبتدي يفتخر وهذا الافتخار يصل إلى حالة أنه بيصير مجدهم في خزيهم أحبائي أنا بصلي اليوم أنه روح الله القدوس ينير أذهاننا مكتوب فتح كلامك ينير يعقل الجهال شريعتك جعلتني أحكم من كل أعدائي لأني بوصياك أتفطن سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي فكيف أنا ممكن أتحرر من هذا الشيء لازم أقترب للمصدر لازم أرجع للرب يسوع المسيح أمتلئ من نور المسيح وأتشبع بكلمة الله وأفعل مشيئته بتصير لزة وصرور في حياتي وفعلا أصل لوضع أنه أدرك أنه أنا عايش بالخطية لازم أتوب عنها وأقترب إلى الله لكن أحبائي لما الإنسان بيبتعد بيبتدي يفقد الحس ويبتدي يتخدر إلى درجة بيصير مجده في خزيه يعني حتى بيفتخر في الأمور اللي هي تعتبر عار واحتقار في نظر المجتمع أنا بصلي اليوم يكون في محاسبة واليوم تراجع نفسك وتقول له يا رب بنورك اكشف قلبي افتح عناي المسني بقوة نعمتك وبقوة خلاصك حررني من كل قيود العبودية وعطيني أسلك في الروح بصلي أن هاي الصلاة تلمس قلبك وحياتك إذا محتاج لمساعد روحية تواصل معنا ومن فضلك اعمل شير على هذا الفيديو والرب يباركك